إلى الواجهة من جديد يعود قانون العفو العام أحد القوانين التي تضمنتها وركة الاتفاق السياسي هنا في هذه الندوة التي حضرها بعض السياسيين تم طرح قانون العفو العام للنقاش على أمل تحريكه في مجلس النواب العراقي نحو التشريع سياسيون يؤكدون أن رئيس الوزراء أوفى بالتزامه في إرسال القانون إلى المجلس التشرعي لكن الإرادة النيابية ما زالت مفقودة من أجل تشريع القانون قانون العفو العام وضع كفقرة في البرنامج الحكومي بالفقرة رابعا اللي ألزمت سيد رئيس الوزراء على تقديم مقترح أو مشروع قانون العفو العام وفعلا هو أوفى بالتزامه وقدم إلى مجلس النواب لكن للأسف استخدم هذا المشروع أو العنوان كحالة ترويج سياسي ما تحمل بعد قانوني وإلى حد هذه اللحظة هو في أدراج مجلس النواب لم يحرك ساكن فيه وبالتالي لم يجد مجال لعملية التشريع فيما يعلو أيضا صوت المطالبين بتشريع هذا القانون الذي قد يرفع المظلومية عن بعض المعتقلين مع إيجاد إطار قانوني لتنفيذه خاصة أن القانون سينصف عددا كبيرا من المعتقلين بمواد تخص الإرهاب الذين انتزعت منهم اعترافات بالقوة أثناء التحقيق قانون العفو العام مطلب سياسي أم حاجة إنسانية دور القانون القضايا المهمة التي يجب أن تكون في القانون الجديد وإقرار قانون الجديد في ظل التعديلات التي كانت على القانون السابق اللي هو لعام 2016 وموضوع إعادة المحاكمة قانون العفو العام أصبح اليوم هو مطلب جماهيري ولكن هذا المطلب بالحقيقة تقف أمامه العديد من الكتل السياسية التي تحاول استغلال هذا المطلب لأغراض انتخابية ومع تجدد المطالبات بتشريع قانون العفو العام الذي أكملت اللجنة القانونية النيابية تعديلات فقراته وأرسلته إلى رئاسة البرلمان من أجل وضعه على جدول أعمال مجلس النواب إلا أن الجدل السياسي ما زال يحوم حوله خاصة من الكتل السياسية التي تضغط من أجل عدم شمول المتورطين بقضايا الإرهاب واختلاس المال العام وغيرهم من العاصمة بغداد أحمد فيلي زاكروستيلي